الجزئية التانية وهو أمر بيتعلق بمحمود عبد المنعن كهرباء لاعب النادي الأهلي ودايما الحديث كتير قوي على كهرباء ودايما ناس كتير بتحاول تستغل أي خطأ لللاعب علشان تتبحه علشان تخلص عليه والكلام ده غير مقبول في الحقيقة لكن اللي أنا حابب أقوله لحضراتكم أن كهرباء بإذن الله تعالى حيشارك في التدريبات الجماعية مع فريق النادي الأهلي عقب عودة موسيماني من الأجازة الخاصة بجنوب أفريقيا يرجع موسيماني من هنا كهرباء ينزل للتدريبات الجماعية من هنا مع الفريق ممكن البعض دهوقتي يقول لي سؤال هو كهرباء ممكن يلعب مع الأهلي ولا خلاص الجهاز الفني شايل منه خلاص الجهاز الفني مش عايزه لا فيش الكلام ده خالص كهرباء عنصر مهم جدا داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفيه اهتمام كبير أنه يكون موجود ليه بقى أنت دلوقتي عارف كويس قوي قوي قدرات اللاعب ومدى أهميته الفنية ده بعد إيه بعد إيه بعد ما أنت بتاخد بعض القرارات الهمة وهي قرارات تتعلق بالجانب التأديبي والأهلي ما بيتأخرش في الأمور دي إطلاقا إطلاقا لما فيه عدم التزام يستحق اللاعب العقوبة العقوبة تنفزت على الكهرباء طبعا تنفزت التزم بها اللاعب التزم بها تماما تماما بصراحة ودي حاجة تحسب للكهرباء لكن البعض بيتكلم وبتطرق ليه أن خلاص كهرباء آخر موسم ليه مع النادي الأهلي الكلام ده غير حقيقي وغير واقعي ولسه بدري على نهاية الموسم وكهرباء عنصر مهم في صفوف الفريق اللي بيشارك في مختلف البطولات وبينافس عليها بكل قوة إذا الأهلي في حاجة لكل لاعب متواجد فيه خطأ بيبقى فيه عقاب ينتقل العقاب أنت موجود تلتازم تكمل حصل خطأ تاني الأهلي برضو بياخد قراراته وإحنا متعودين كده دايما داخل النادي الأهلي دي حاجة معروفة فده أيضا توضيح مهم بخصوص قرار يجي موسماني قرار ينزل تدريبات قرار بقى أنه يدفع بيه في المباريات يكون موجود على الدكة استبعده من المباريات أو مثلا يكون خارج قائمة من قوائم إحدى المباريات ده قرار خاص بالمدير الفني لكن ما فيش أي نية لإطلاق لإبعاد كهرباء بشكل تام وكامل عن مباريات الكلام ده مش حقيق ومش موجود خالص وخده مننا اللي احنا بنقوله لحضراتكم